عشان يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في يوم من الايام عندنا سلبية متعلقة مع الناس زاوي الحاجة او زاوي المسكانة او زاوي الضعف خطر كبير جدا بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وحذرنا ان احنا في يوم من الايام نشوف حد محتاج ونقفل ببنا في وجه هذا الانسان واحنا قادرين بالفعل ان احنا نساعده واحنا قادرين بالفعل ان احنا نغد بايده ونخرجه من المشكلة بتاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم ومسكنتهم وفقرهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة يا رب سلم يا رب ده واحد مسؤول هو قادر أنه يغضب الناس ولكنه مشغول بدنيته عضوا مجلس شعب وعضوا مجلس شورى كان قبل الانتخابات حطت يفطى كبيرة قوي إن الباب بتاعي مفتوح لكل حد لحد ما خلاص الناس انتخابته ودخل مجلس الشعب أو دخل مجلس شورى بعد كده قفل الباب في وش الناس خلاص شكرا خلونا مشغولين بأبدونيتنا شوي وإن مازج دي احنا بنشوفها كتير تكون النتيجة إن حتما ولا بد لازم ربنا سبحانه وتعالى يغلق في وجه هذا الرجل أبواب الرحمة سواء في الدنيا أو في الآخرة ويوم الرجل ده هيقع في مشكلة وهيقع في أزمة وهيقع في كرثة وهيقع في مصيبة صدقوني والله سيجد كل الأبواب مغلقة في وجهه ولن يجد أحد يساعده أنا شفت ده بعيني شفت ده بعيني مع دكتور في يوم من الآيام كنا موديين له حالة فقيرة الحالة دي يعني حد كان مصاب بخمس غودة سرطانية في الثدي دي بنت وكانت الحالة فقيرة جدا وكلمنا نعمل عملية بكام قال هيعملها بمبلغ معين إحنا جمعنا فلوس من صحابنا وحوالينا بس ما قدرناش نجمع إلا نص المبلغ نص مبلغ العملية وسبحان الله روحنا نكلمه قال خلاص أنا هفتح أشيل غدتين ثلاثة واسمي الباقي لحد ما تجمعوا لي باقي المبلغ أنا مش بحكي له حاجة حد بيحكيها لي أنا كنت شاهد فيها أنا كنت واحد من ضمن الأطراف اللي بتسمع الكلام ده وسبحان الله رفض تماما إنه يعمل العملية إلا لما يكون مبلغ كامل عنده وسبحان الله كنت دايما بقول طب ده عارف إن الحالة فقيرة وإن في حد بيسع عشان يحل مشكلة الحالة دي فالمفترض يعني يعني يتفاعل شوية يكون إيجابي شوية ولكن هي السلبية لا لا أنا عايز فلوسي على داير ملي سبحان الله وشفنا حد تاني وعملنا العملية للبنت بس كنت دايما بسأل نفسي يا ترى كيف سيتعامل مع الله سبحانه وتعالى مع هذا الإنسان ودور الأيام ويجي لخبر إن هذا الطبيب أصيب بنفس المرض أصيب بالورن برضو ولكن للأسف كانت حالته خطيرة جدا ومات بالمرض ده فين الأدوية وفين العلاج وفين مكانته كطبيب لا لا ما هي الأبواب كلها أغلقت لأنه أفل الأبواب زمان ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وفقرهم وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته دون حاجته وخلته ومسكنته وفقره لأنه كان سلبي مع الناس لأنه كان سلبي مع الناس أمر عجيب قوي أمر غريب جدا إن إحنا نجد بعض الناس بهذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا إن عقوبة الإنسان السلبي مع حوائج المسلمين ومع أزمات المسلمين ومع بلايا المسلمين حذرنا إن العقوبة مش تبقى الدنياهوية بس لا ده فيه عقوبة أخروية كمان واللي يبص في القرآن وينظر هيجد إن أكتر حصارات وأكتر مشاكل بتقابل الإنسان في الآخرة بتقابله علشان كان سلبي في تعامله مع مشكلات الناس وأزمات الناس والبلايا اللي موجودة عند الناس اشتركوا في القناة